بعد انحسار منسوب مياه مسطح الرزازة شرعت وزارة الموارد المائية بانشاء مشروع مهرب مبزل الرزازة لسحب مياه مبازل محافظة كربلاء المقدسة وتوفير ثلاث مليارات دينار سنوياً منشأ مهرب الرزازة للاستغناء عن المضخات التي ترفع مياه المبزل مبزل الرزاز الرئيسي لجميع مبازل كربلاء الى بحيرة الرزازة وهذا المنشأ راح يدفع الماء الى بحيرة الرزازة سيحن الجدول الاقتصادية من المشروع هو لتقليل الكلف التي تصرف سنوياً على المضخات مثل الكهرباء والصيانة والتشغيل والأيد العاملة بحدود ثلاث مليارات ونوص إلى أربع مليارات سنوياً تصرف على المحطات وانشأ مشروع المهرب على سد بحيرة الرزازة بطول مائة متر وبثلاث ممرات تعمل بنظام السيحة وبقدرة توازي المضخات العمودية التي دخلت الخدمة مؤخراً وتصرف عشرين متر مكعب في الثانية تنفيذ مهرب مبزل بين مبزل الرزازة وبحيرة الرزازة يرفض البحيرة الرزازة بالمياه المبازل وكذلك المنشأ يتكون بطول 136 متر وبتصريف عشرين متر مكعب الثانية الهدف المشروع هو الاستغناء عن المضخات العمودية وتوفير السيولة المالية والكهرباء إلى محافظة الكهرباء المقدسة تم الترفيذ بواسط الآليات الحكومية وبجهد الحكومي بتوجيه من معالي السيد وزير المحترم ونسبة الإنجاز حالياً هي 50% وسيوفر مشروع مهرب مبزل الرزازة للدولة العراقية في حال دخوله الخدمة الفعلية أكثر من ثلاثة مليارات دينار سنوياً لا سيما الحفاظ على مناسب مسطح الرزازة من الجفاف من غربي محافظة كربلاء المقدسة حسن المحنة العراقية الإخبارية